طب يا ابطال اظن بقلنا كتير جدا ما عملناش فيديو ترشيحات لافضل موبايلات في كل الفئات السعرية هنعملوا خلاص دلوقتي افضل الترشيحات لكل الموبايلات في كل الفئات السعرية وده وقت مناسب او احنا خارجين من عيد يا معلم وانت محاوقش بقى ارشيل عشان تجيب موبايل او تجدد الموبايل بتاعك او برضو انت خارج من فترة امتحانات كده يا معلم عس كافق نفسك او حد هيكافقك اكيد فهتجيب موبايل فانت هتجيب ايه معلم هنتكلم دلوقتي من 1500 جنيه الى 8000 جنيه كافضل موبايل في كل فئات السعرية تشتريه وصراحة لما دخلت الفيديو مش عارف هكمل لحد 8000 جنيه ولا لا فهو هيكون على حسب الفيديو لو الفيديو جاب معايا الوقت ما طولش قوي هقول كل الموبايلات لحد 8000 جنيه ما جابش معايا فلحد ما اقف وابدعمل جزء تاني يعني هبدأ دلوقتي من فئة 1500 جنيه الى افضل موبايل فيها واحنا طلعين بقى كده يا معلم لحد ما نوصل زي ما قولنا فالاول اغبطني بقى بلايك كده عشان يوصل لغيرك ناس كتير كان بتسأل على الفيديو ده اغبط اللايك عشان ده بيساعد لوصول فيديو الغيرة ولو عملت شير يبقى انت تمام اوي يبقى زي الفل ولو مش مشترك في القناة لحد الوقت يا معلم اشترك في القناة وفعل الجرس يا جماعة فعلوا الجرس يا جماعة الاشعارات بتوصلش للناس وناس كتير بتقولي على الموضوع ده فالغي الاشتراك اشترك تاني فعل الاشعارات خليها اقول او الكل على حسب طبعا اللغة بتاعتها تفعب دون رائعي كتير يا ابطال خليوا نخش بعد الوقت على افضل موبايلات من الف وخمسمائة جنيه حتى واحنا طلعين اول موبايل يكون معنا ب الف وخمسمائة جنيه موبايل بسيط خلي بالك بالسعر ده مش تاخد حاجة عالية اوي وهو الانفينيكس سمارت اتش دي انفينيكس سمارت اتش دي رام اتنين جيجا مع مساحة داخلية اتنين وتلاتين فحلو او ان هو بيديك مساحة داخلية اتنين وتلاتين في الفئة السعرية دي ده ممتاز جدا الموبايل كده بسيط هيشغل معك سوشيال ميديا شوية مكلمات تصفح جمز خفيف كده هيكون كويس معك في الحاجات دي اما لو انت عايز بقى موبايل اعلى منه شوية فممكن تعلم السعر شوية لحد الف وستمائة جنيه الف وسبعمائة جنيه هتلاقي الريلمي سي حداشر عشرين واحد وعشرين هو ده الريلمي سي اسفل لكن الموبايل مازال كويس جدا رقم اتنين جيجا مع مساحة داخلية اتنين وتلاتين وده برضو كويس الفئة السعرية دي مع كاميرات الى حد ما معقولة مع برضو شاشة الى حد ما كويسة فالموبايل كويس وبطارية خمس سلاف ميلي امبير والشاب بتاعته ستة ونص انش فمعك الموبايل الى حد ما حلو ومعقول في الفئة السعرية دي هيمشي معك كده الدنيا لو انت عايز برضو موبايل في الفئة دي او تحت الالفين جنيه في سعر الالفين جنيه برضو هتلاقي موبايل برضو مازال كويس جدا وهو الانفينيكس هوت تن بلاي الانفينيكس هوت تن بلاي رقم اربعة جيجا مع مساحة داخلية اربعة وستين بسعر الفين جنيه شاشة بقى كبيرة في الموبايل ده بحجم ستة وتمانية انش وكمان بطارية كبيرة بقوة ستة الاف ميلي امبير وكاميرات كاميرا خلفية بدقة تلاتاشر ميجا بيكسل وكاميرا عاملية بدقة تمانية ميجا بيكسل فهيكون كويس معك كده الموبايل ده اللي حد ماه حلو جدا في الفئة السعرية دي برضو وهيشغل معك شوية الجيمز كده خفيف هيكون كويس جدا ومش خفيف ولا حاجة والله كويس جدا على تمنه في الجيمز بتاعه فدي فقت من الف وخمسمائة جنيه الى الفين جنيه قلنا فيهم تلات اختيارات معك ده ارخاصهم اعلى شوية عشان تاخد حاجة حلوة شوية والريلمي السي حداشر وكمان تعلى شوية هتلاقي الانفينيكس هوت تيم بلي هتديك بقى رام وروم اكبر شوية ومعك برضو في نفس الرينج ده الريلمي السي واحد وعشرين بالفين جنيه اربعة جيجا رام على مساحة خلية اربعة وستين فالحد ما برضو اختيار تاني من ريلمي لو انت عايز فالاختيارات من حصرة شوية دلوقتها بين ريلمي وانفينيكس وهي دي كعادة الفئة الاقتصادية اما بقى لو طلعنا لفئة من الفين الى تلت تلاف جنيه فالفئة دي لحد ما محيرة ومن ثلاثة الاربعة محيرة اكتر بص معلم معك فوق الالفين جنيه حتى تحت التلت تلاف جنيه معك تلت موبايلات تلت موبايلات مهمين جدا وهو الانفينيكس هوت تن اس والريلمي السي خمسة وعشرين والريتمي نوت ايت عشرين واحد وعشرين تلت موبايلات كويسين جدا كبرسير بقى او معالج او اداء كوي لو انت بتدور على الاداء القوي التلاتة دول مهمين جدا معك الانفينيكس هوت تين اس اربعة جيجا رامع بساحة خليه اربعة وستين وكمان فيه نسخة تانية اعلى شوية لو انت حابب تشتريها برصير بقى قوي جدا من هليو جي خمسة وتمانين قوي جدا في الموبايل ده وبطارية كبيرة ورفريش ريت في الشاشة كويس جدا مع الشاشة كبيرة تسعين هيرتز فحيكون كويس جدا الموبايل ده لو عايز اختيار تاني غير انفينيكس فموجود معك الريدمي نوت ايت عشرين واحد وعشرين ما زال كويس جدا ككاميرات وده من افضل موبايلات في الفئة السعرية دي في الكاميرات وكمان مش بس الكاميرات بتاعته اللي حلوة معك اداء قوي جدا الهليو جي خمسة وتمانين هشغل معك كل الاعدادات لكن البطارية بتاعته هي اللي قليلة شوية اربعة تلاف ميلي امبير والدزاين القديم شوية تقريبا كل موبايلات بتيجي بنفس الدزاين الشاشة القديم هما الثلاث موبايلات النوتش العادي فيش حاجة كده التريندية ولا هول بانش ولا السجبل في النص ولا الكلام ده مش موجودين في الثلاث موبايلات لكن هما بيدك كويمة افضل شوية من الدزاين او من الشكل الخارجي اما لو هنقارن الثلاثة الدزاين الاجمل في الثلاثة دول الريدميوت ايت عشرين واحد وعشرين دزاين بريميوم قوي من الازاز بيبديك شعور كده للموبايل غالي مش رخيص وحجمه لحد ما خفيف كده وكويس مش تقيل كده زي الموبايلين التانيين انا عارف ان الكلام في الثلاث موبايلات دول هحتاج مقارنة وتحدينا الريلمي اس اي خمسة وعشرين والريدميوت ايت عشرين واحد وعشرين فممكن نبقى نعمل مقارنة مفصلة اكتر ما بينهم عشان ايه تواجبك بقى بكل الكلام ده ومعظم الموبايلات اللي انا بتكلم عنها دي هتلاقي موجود لها فيديوهات اكتب لي في الكومنتات وانا معاكم اكيد فدول افضل ثلاث موبايلات في الفئة السعرية فوق الالفين جنيه وتحت الثلاث تلف جنيه لو عايز اختيارات تانية فهنقول مسلا شركات ايه هتلاقي اوبو هتلاقي اوبو هتلاقي اوبو ال اي خمستاشر وال اي خمستاشر اس يعني دزاين جميل جدا لكن موبايلات دلوقتي اعتبر اتوقف انتاجها هتلاقي بعض الموبايلات موجودة في المحلات وفيش حاجة تانية من شركة اوبو دلوقتي هتلاقي موجود من سامسونج الجلاكسي اي اتناشر السامسونج اي اتناشر اربع جيجا رامع مساحة خلية مية تمانية وعشرين وده بيديك استوريج كبيرة جدا وكويس جدا لكن صراحة جربت الموبايل هلاقيته تقيل شوية يعني اتزاين الموبايل شكله حلو والموبايل من برا كده جميل جدا لكن سوفتوير واجهة سامسونج تقيلة شوية على البرستور او المعالج اللي موجود في الموبايل ده فهيكون مش افضل حاجة ليه نفوق بقى يا ابطال ونعلى الفئة الحرب والضمار فئة من 3000 جنيه الى 4000 جنيه الفئة دي مشتعلة ومليانة موبايلات والله هيقصد بالله اللي بشتري في الفئة دي محظوظ يعني هيخطر هيلاقي قدامه اختيارات كتير جدا ولو هو حد بقى من نوع اللي ما بيعرفش ياخد القرار فهيبقى مش محظوظ خالص لان الموبايلات كتير اقوم في الفئة دي نبدأ مثلا بقى اول شركة هتكون معانا وهي الريدمي نوت 10 الريدمي نوت 10 من افضل موبايلات في الفئة السعرية دي يعني فاصلة كده يا معالي هو ده من افضل موبايلات في الفئة السعرية دي نزاين جميل جدا في الموبايل شاشة سوبر امولود حجمه موبايل جميل جدا بطارية كويسة شاحن سريع معكبر الصرق لحد ما معقول برضه في الفئة السعرية دي بالثمائة اربعة مية اتمنائة وعشرين وستة مع مية اتمنائة وعشرين بثلاثة وستوائر مية افضل بثلاثة وستمائة 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 overcome وموبايل كويس جدا وتكلمت عنه قبل كده فتقدر تشوفه ما وجود له فيديو لو انت عايز حاجة من انفينيكس اما بقى لو انت عايز حاجة تكون خدمة مع بعض البيع بتاعتها كويسة مش عايز لا افضل اداء ولا افضل كاميرات ولا انا عايز موبايل كده يماشي معها الدنيا ماكنش فيه دروب في الفرين ماكنش فيه شبكات مش كويسة ماكنش فيه مشاكل فهنا هتروح للأوبو او ريلمي لكن اوبو الاكتر مبيعا في الفئة السعرية دي الأوبو ايه اربعة وخمسين ولا وده له نسخ جدا بتالت تلاف جنيه اربعة مع ستين وهتلاقي بتلات تلاف وتلتمية اربعة مع مية تمانية وعشرين وتلات تلاف خمسمية وتلات تلاف ستمية هتلاقي اا ستة مع مية تمانية وعشرين لكن هو الكاميرات كاميرا الخلفية 30 ميجا بيكسل برصر من هيليو بي خمسة وتلاتين تقريبا برصر اكتعبان يعني لكن الموبايل مازال للحد ما معقول يعني شحنه كويس باطرية الى含د ما معقولة فالموبايل هيماشي معك كده الدنيا لكن هو مش افضل اختيار خالص ده اختيار لو انت عايز حاجة من اوبو اما لو انت عايز حاجة من سامسونج فهو موجود الجالاكسي اي اتنين وعشرين السامسونج اي اتنين وعشرين لسه نازل جديد هليو جي خمسة وتمانين بروسور كويس لكن في الفئة السعرية دي هو مش افضل حاجة لكن بيديك شاشة سوبر امولو شاشات سامسونج بقى الممتازة بيديك كاميرات كويسة جداً طبعاً ربعين بيجا بيكسل وكاميرات س اشغال معك في الحاجة دي لو انت عايز حاجة من سامسونج لكن افضل اختيارات انا برشحها الريدمي نوت تن لكن في بعض المشاكل زي الشبكات شاومي لو انت عايز حاجة بقى غير كده خالص فموجود برضو البوكو اكس ري البوكو اكس ري هيديك افضل كاميرات تقريباً في الفئة السعرية دي كلها كاميرات وممتازة جداً الموبايل ده معك شاحن سريع تلاتة وتلاتين وقت بطارية كبيرة خمسة هلاف وشوية ومعك شاشة كبيرة بس هي اي بي اس لكن الوان كويسة جداً ورفرش ريت عالي مية وعشرين هرتز الموبايل ده كان فوق الاربعة تلاف جنيه نزل دلوقتي بتلات تلاف وتمنمية جنيه فاختيار برضو كويس جداً اما بقى ابطال في فئة الاربعة تلاف جنيه برضو فموبايل اتحرق ونزل سعره تقريباً اربعة تلاف جنيه او اقل شوية مش الريلمي سيفن اي اللي هو ده مش السيفن اي ده بلاش منه ده تقريباً هتلاقيه بتلاتة تسعمية هتغلي بس مية جنيه مية جنيه واحدة وترمي ده وهتاخد ريلمي سيفن ريلمي سيفن نفسه تمانية جي جرام مع مساحة تخليه مية تمانية وعشرين اداءه كويس جداً هليو جي خمسة وتمانين كاميراته لحد ما كويسة مش افضل كاميرات البوكوكس ري افضل منه في الكاميرات لكن التجربة بشكل عام كويسة جداً في ريلمي سيفن موجود دلوقتي وسعره نزل تحت الاربعة تلاف جنيه او باربعة تلاف تلات تسعمية في الرينجي ده فالموبايل ده كويس جداً بلاش ريلمي سيفن اي هتغلي بس مية جنيه او متين جني واتجي بالريلمي سيفن ممتاز جداً اما باية ابطالة وعيلينا شوية وصلنا الفيت من اربعة تلاف الى خمس تلاف جنيه فالفئة دي مفعاش حاجات مميزة قوي بخلاف البوكو اكس ري برو لو انت عايز اداء روح على طول البوكو اكس ري برو سناب دوراجن تمنمية وستين اقوى بروسير موجود في الفئات دي كلها البروسير ده بتاع بفلكشيب فبروسير كويس جداً هنشغل بقى معك كل الالعاب وكل الجيمز وكل الكلام اللي انت بتحبه ده لكن بس انا شايف في عيبه الوحيد وعيب برضو البوكو اكس ري هو نفس الدزاين التقيل شوية دزاين تقيل كده باغل شوية في نفسه فهو ده عيبه الوحيد لكن اداء الموبايل ده جبار جداً لو انت عايز برضو اختيار تاني موجود قديم شوية انا معك هنا اختيارات من نفس الشركة هو الريالمي الريالمي سيفن برو مميز جداً سعره اللوعة تتحرق اربعة تلاف خمس بيه جنيه تقريباً او من اربعة تلاف خمس بيه لخمس تلاف على حسب المكان لتشتري منه وموجود برضو الريالمي ايد الريالمي ايد لسه نازل جديد وصفقة كويسة جداً بربعة تلاف خمسمائة جنيه ربعة تلاف وستمائة جنيه موبايل كويس جداً والاتنين طبعاً تمانية جيراً مساحة خلية 28 كاميرات كويسة جداً مستقر جداً البروس او المعالج الحد ما كويس جداً هو السناب دراون 720 جي فكويسين جداً الموبايلين دول كتجربة عامة او بشكل عام كويسين جداً وانا صراحة لو بتقولي ده او ده انا عرشح لك اكتر الريالمي سيفن برو مش عارف ليه مع اني دايماً بحب يميل الجديد بس انا مرتاح للريالمي سيفن برو مزاد برضو الريالمي ايد والله كويس مش وحش يا جماعة الريالمي ايد برو اولا انا شايفوه مبالغ في ثمن وحبيتين شوية مفهوش الاضافات الكبيرة عن الريالمي ايد العادي وعشان ما انتهشوا من بعض فقولنا في الفئة السعرية من 4000 الى 5000 جنيه موجود معاك لو انت بتهتم بالجيمس او بالاداء او يهمك البروسير قوي فمعاك البوكو اكس ري برو افضل حاجة معاك اختيارات تانية من الريالمي الريالمي س برضو موجود من سامسونج والجلاكسي ايه اتنين وثلاثين سامسونج ايه اتنين وثلاثين لحد ما معقول معقول بس عشان الشاشة بتاعتك كويسة جدا والكاميرات بتاعتك لحد ما كويسة وكمان التزاين الخلفي مبهر جدا وممتاز جدا مش عارف يا جماعة الوقت عدى اقول لي نكمل ولا انا ما هقول ليش وهاقولها خلاص هافصل وقول لي يا عم يا حاجة بسيطة كملها بقى طيب نكمل انت قلت لي كمل برصة كمل حاضر اعمل لايك اعمل لايك انزل اعمل لايك حبيب اكتب كومنت اي كومنت بس افصار شجعني يقول لي كلمة حلوة كده يعني الحاجات دي بيدل على واحد كده على رأس بقى كل الناس اللي بتعمل كومنتات سواء ميكس او علي او محمود النجار او ميدو كل الناس اللي حلوة بتعمل كومنتات بس المرات دور على رأس يا حبيب والله اما بقى لو وصلنا الفئة من 5000 جنيه الى 6000 جنيه فتقريبا مفيش موبايلاك كتير هرشح لك هنا الرينو 5 والسامسونج اي 52 ممكن اميل اكتر الـ 52 لان الابجريد بتاعه لسه مفيش ابجريد ليه بعد كده اما الرينو 5 فخلاص قريب جدا ننزل الرينو 6 لكن مفيش برضو فرقات كبيرة بينهم الاثنين فالرينو 5 تجربة عامة مستقرة جدا سالسة جدا فيش اي مشاكل فالموبايل كده بشكل عام ويعتبر متكامل كأداء بقى وككاميرات وكبطارية وصوفت وير متكامل لحد ما وكويس جدا وهي اوب ورينو غني عن التعريف اما السامسونج اي 52 ممتاز جدا ككاميرات افضل كاميرات على الاطلاق هتلاقيها موجودة في الفئة دي هتلاقيها موجودة في السامسونج اي 52 كاميرات وطحف يا جماعة اوكسنبيلا لو انت بتتميه بالكاميرات فاشتري الموبايل ده زي بتاعه جميل جدا مازال جميل جدا فيش في اي مشكلة نفس الاداء نفس البروسير اللي السناب درجون 720 جيل منتشر جدا نفس البطارية اللي حد ما كويسة الشحن مش افضل حاجة في ال 52 لكن الموبايل ده كاميراته ممتازج جدا وتجربته حلوة اوي فارشح لكم الرينوفايف والسامسونج اي 52 وميل اكتر للسامسونج اي 52 اما لو هتعلى فوق الستلاف جنيه للسبع تلاف جنيه فموجود برضو معك السامسونج اي 52 المساحة الكبيرة 256 دي ممتازج جدا معاك اما لو انت بتقرر ما بين ال 52 ولا تعلى اوي للا 72 فصدقنك قيمة مقابل سعر هيكون ال 52 افضل لك من ال 72 لافيش في الفرقات الجوهرية والفرقات الكبيرة ما بين الاثنين لكن في فرق كبير اوي في السعر اما لو عايز بقى اختيار تاني وهو وحش الفئة دي وحش الفئة السبعة تلاف جنيه وهو البوكو اف سري البوكو اف سري اوكو برسير سناب درجون 870 مع طبعا مع كل حاجة بقى حلوة في الموبايل ده دزاين جميل جدا وشيك جدا الموبايل جميل بشكل عام اتلاقي كل حاجة حلوة في الموبايل ده فارشحه لك ومعاك برضو حاجة قديمة من شاومي شوية هي الميت انتي والميت انتي برو موجودين برضو وما زالوا اختيارات كويسة جدا لكن البوكو اف سري بسبب الدزاين بتاعه ارشحه اكتر ومعاك برضو ال 72 بقى لو انت غاوي تشتريه فال 72 او مش فارق معاك السعر انت تزاود فوق السبعة تلاف جنيه تشتري ال 72 فموجود معاك اما لو انت فارق معاك سدقن السعر فال 52 مازال يغني قوي عن ال 72 لان ال 52 يعتبر قيمة افضل مقابل سعر فده يا عبطال فيديو الترشحات من 1500 جنيه الى 8000 جنيه تقريبا او 7000 جنيه انا عرقت و جبت تعب جدا فتمنى انت تتعامونها جابعة لايك كده وشير شار الفيديو عشان نوصل لغيرك وغيرك السفيد اكيد بالمعلومة وما تنساش دعمك كالعدب يفرق الحاجة البسيطة انت بتعملها دي بتفرق تعمل لايك كده حاجة بسيطة مش بتدفع عليها فلوس خلص الله بس بتفرق متفرحني انا وكمان تعمل شير ممكن بين صحابك كده بيبقى موضوع لطيف جدا ولو اشتركت القناة وفعلت الجرس يبقى انت هتستفيد اكيد بكل جديد وتواصل معايا من خلال الكومنتات فانا معاكم طبعا وما تنساش بقى لو لكت اي تجربة وقصة مع موبايل معين ممكن تكتبه في الكومنتات ده بيفيد جدا بيفيدني انا ممكن اكون مسقط حاجة وبيفيد غيرك برضي يعني احنا مع بعض كده كلنا بنحاول نفيد بعض في اختيار الافضل لي بس يا ابطال ده كان كل شيء بمس فيديو النهاره بساش تعمل لايك الفيديو ام صوت سرق واشرا في قناة وشوفكم في فيديو الجهة على خير في رعاية الله